السلام عليكم يا دكتور عرفتي ده بانايا ايه عندي كنداوي على السكار وعلى الطنسيو وعلى الاعصاب والله يلحمك الوالدين لن ندعي مع اي شي دعوض الخير ومعاتي وفات الوالدة والوالد وتدحم خويا واختي اتابعوا هادو لا الهي لله وده دكتور انا كننعالج على هذا المرض ايه وده بانا في عشر وثنين ما صنتش رمضان ايه نعم للا وسميته ودبا ما كنت كان خرج لازدية لاتشي حاجة نعم ما كانش عندي نعم وممزوجة انا لاتشي حاجة وسميته وده ده كنا واحد با واحد اللي وريت شديته نعم ده باش حال يمكن لي بخرج على هاد المدة ايها للا ايها للا وقيتليك يا دكتور اسمح لي ايها وهدك دك الباركة اللي كان نعم حطيتها في اسميتها في البوسطة نعم واش انا كنناخد منها كنش ريد دوا ايه اه كنش ريد دوا دكشي وكندوز منها واش هيمكن نخرج عليها واخا للا بإذن الله واخا الله يرحم لك الوالدين لما شفاتها الوالدية وخوتها يا الله يرحم لك الوالدين يا ربي امين الله يرحم لك الوالدين يا دكتور بارك الله فيك للا ملكة نشكرك شكر جزيل للا ملكة تحية كبيرة لك ولساكنة اقليم سيد قسم بارك الله فيكم اجمعين سؤال دي للملكة في مركب في مجموعة دي الفروع للملكة وانت مريضة بهذا المرض اه رمضان لا تصومين ربي عز وجل لا اعفى في رمضان اصحاب الاعضار الشرعية منهم المرأة الحائض المرأة النفساء الطفل الذي لم يبلغ الحلم الشيخ المسن والمسافر بمسافة سفر فيها مشقة وتعب وكذلك المريض اللي عنده مرض شديد لا يصوم رحمة الله الواسعة فانت من لي متك تصوم كان عليك مدى عليك عليك الفيديا كان لابد اللي اللي هو عنده مرض يرجى برؤه هذا كنقول لي احتدت صح ان شاء الله وتمتتل للشفاء ثم تصوم الايام التي كانت في دمتك لكن لي عنده مرض مزمن ولا يرجى برؤه الا بارادة الله عنده مرض طويل غيب قاسينين فهذا كنقول له اي خرج الفيديا عن كل يوم اطعام ميسكين لكن الى كان فقير ومحتاج هو بنسو ميسكين مع الهوالو انه يملأ وقته بذكر الله في رمضان قدقى دائما يذكر الله تعالى بالاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل كي عمر وقته بذكر الله هذا كيه الفيديا دياله لكن كتبقى في دمتة ما تعرف غداه بعد غداه يفتح لي الله باب الرزق احنا اليوم فقارة غدا تصبحوا اغنية وقد يقعوا العكس كيلك يتلقاك تلقاك غاني وغداك يصبح فقير فربونا يتنزه في ملكه فالحالة دي للا مالكة كانت هده عشر سنين ما عندهاش ثم ربي جب له هده الوريت هده الباركة دي له هده الوريت هنا للا مالكة غتخرجي الفيديا والطريقة اللي غتخرجيها غتحسبي شحال من العام قلت يا عشر سنين عشر سنين يعني عندك يا للا عشرة ديال الرمضانات يعني كل رمضان فيه ثلاثين تقريبا هنا ثلاثمائة يوم غتجيك شاقة على قدر الاستطاعة الى عندك المال وفير كيدي التعملي بشوية بشوية احسن طريقة كيستعملوها المغاربة منذ زمان هي كل جمعة كيصمو حد قصار ديالكسكسو وكي يحطوه بالجامعة او كيحطوه في الشي ورش ديال اللي بني كينشي بالنايا اللي هممساكنا طالبين معاشو وجو من بعيدو وغربة على العائلة كي حطلوهم ديالكساعة ديالكسكسو كي ياكلوها وكتحسب شامل واحد في الغالي بغنقولو كل القصعة نديرو فيها عشرة ديالناس القصعة واحدة هاي عندك عشريم حيتها كل جمعة ديالكساعة ديالكسكسو نخرج هي ياكلو من الناس اللي كالغلق لقمة ولقمتين ركيتسمها اطعام مسكين وغدقو فيها البركة بإذن الله كنا طريقة أخرى اللي كان الايام عندك كثيرة هي انني كنديرو واحد صداقة فداري فداري كنجمع العائلة ونجمع الاحباب ونجمع الجيران ونقول ما تنجل صداقة الوالد ما نقولش لي منها كافرة رمضان خلاكم ستورة ونديرو واحد الكساعة ديالكسكسو ستة ولا سبعة ولا عشرة اللي قدرت ونجمع العائلة ونجمع فقهة وحدثت الفقهة يقرأوا لي السلكة للقرآن ورحمة للوالدين والناس يأكلوا الكسكس هذه ظاهرة جميلة في مغربنا العزيز كتخلي الناس متضامنين متحابين والاشي مع الطعام سواء كان طعام إكرام أو طعام صدق على الميت أو طعام كفارة فكله يجوز بإذن الله تعالى لا لا ملكة هذا المال يبقى عندك في البوستة وكتخذي منه واش تخرجي منه الزكاة أم لا هو إلا إلا كان عندك المال وناء بلغ النصاب رخصه الزكاة إلى النصاب تقريبين عشرين ألف درهم كتطلعوا كتنزل عشرين ألف درهم عندك حطها ومرت عليها مرت عليها سنة بالكامل يجب أن نخرج فيها الزكاة طبعا هناك استثناءات استثناءات كأن يكون الإنسان مثلا هذا المال هو راصده لقضية معينة كأنه اللي يبغي يمشي الحجم مثلا جابت واحدة خمسة ستة مليون حطها في البنكة وكي تسلنا القرعة كي تسلنا القرعة هذا المال هي اللي عنده فقط هي اللي عنده هذا يكون راصده لمهمة بحلقة أنه خارج القضية أخرى هذا على الرأي الغالي في الفقهاء لا زكت فيه أو كونك أنك أنت مريضة أخذك الدواء باستمرار ولا تقضي لك المال فأنت داك المال تقولي أراسده للعلاج وخاء أنه مر على الحول لكنه مرصود لاحتياج ضروري فهذا في الرأي الغالب لا زكت فيه لأن لك يخرج الزكاة هو لك يدخل ويخرج والمال جاي وفيض عليه وربك يعطيه وكيوسع عليه للا ماليكة هذا الأمراض اللي قلت اليوم عندك السكري والطنسيون والأعصاب للا ماليكة ما تخافي مده شيء هذا هو مرض العصر بالله عليك شكون اللي هنا عنده فوق 40 عام ونقص التنسيون والسكر والأعصاب شكون هل تعلمين يا للا ماليكة أن خمسين في المئة من رجال السلطة مصابين بهذه الأمراض رجال السلطة دراسة علمية قاموا بها على مستوى وزارة الداخلية والقوا بأن معظم رجال السلطة العمال والولاة والبشاوات والقياد خمسين في المئة منهم مصابين بهذه الأمراض والسبب وهو ضغط العمل قلة أوقات الراحة والفزع الشديد بما خدم تليفون عندك وقع هنا جريهنا عندك هنا وما كيش أوقات الراحة والسفر والاستجمام إلى خادك يأخذها بالزز فهذه التراكمات كتعدي هذه المرض أما رجال التعليم وما أدرك ما رجال التعليم قد لقى واحد العدد كبير منهم مصابين بهذه الأمراض لأن المسألة التعليمية ولا فيها عصاب دي الولدات والتلاميذ والقهر والوضعية الموزرية وقص على ذلك بقية القطاعات فلالأماليكة قيقول لك إذا عمت غانت ما تخافي مده شيء قاعد ناس كارو التنسيو والأعصاب باش كنحيدو كنحيدو بطريقة بسيطة وكيد قاد كتبشي عن الطبيب كتقول لي عبر لي السكارو بلي التنسيو عبر لي الأعصاب كيقول لك سبحان الله العظيم كأنك الشابون عندك 16 سنة سليم وصحيح باش كيكون العلاج يكون بذكر الله ذكر الله تعالى شفاء ذكر الله علاج ذكر الله تعالى أش كيوقع في ذكر الله وهو أن هناك إشارات تعطى للدماغ والدماغ صيدلية بامتياز شتي الدولي كنقلب لي في صيدلية ترى كله كن في الدماغ هدك الدماغ مليك الدكور الله تعالى يفرز مواد غريبة وكيبدأ الدماغ كتوزع عن طريق إشارات كهروميغ ناطيسية وكتمشي للأعضاء المريضة عندك الركابي كيصخوه والأعظام كيتقوه عندك السكر طالع كيتجاد عندك التنسيون كيتطالع كيتصوب عندك الأمعاء اللي عندك عندك السخفة عندك النهجة عندك القلق عندك كل شي كيتجاد سبحانك يا جليل بذكر الله والله أعرف أناس عندهم 70-80 عام عمرهم ما شافوا الطبيب ولا شافوا الشراقي ولا شع الشاب ولا شكوا على الخلق وكنسولهم ما سر هذه الكرامة التي لديكم وبراسل ما عارفش كتقول لي واش عندك شي نظام غدائي متوازن واش عندك شي رياضات كتقوم بها واش عندك شي رياضات كتقوم بها واش عندك تلقى عهادي اللي جا يقدمو كي يسرطها اي خلط الدسامي والغنامي وكل شي واش كنش رياضة ومراك يجري على طرف الخبز ما كاش طرف الخبز كي يقص في الدار راوى قلس المربع واش كتدير الخاطر هاني واللسان ذاكر لله تعالى مليك يذكر اللسان الخاطر كي هنا والجسم كي تعاود من جديد هل تعلمين يا للا مليك في كل نوم مليك الناس هذا كالنوم رشيفة كالناس الأعضاء كلها كتشتريح وكبدأ بعضيات كتتحدث بعضيات الأعضاء القلب كيتكلم مع الكابيد والكابيد كيتكلم مع الأمعاء والأمعاء كيتكلم مع الدماغ وكل شي كيتحاور بعضياتهم مالكم خاص مين نحن هم كلهم في مركبة واحدة وكي بدأ ذاك الحوار بعضياتهم وكي بدأ ذاك النوع من الاستشفاء الى مولاه نعس هو موضي وذاك الرب ومسلم أمره إلى الله وخلى قلبه مفتوح على الخير كتقى وحد النعماء كتوق عليه في الصباح كيوقع كيف يقصوا الحمد لله بخير وعلى خير سنك سنك كيف كيقولوا صحيح الحمد لله فصح ومبارك من عند الله تعالى ميت لجلدوا لا شكوا لا لا مالكا كتقولي بأنك انت غير محظوظة ضيعتي كل شي مشتلك لعملفة الوالدة وتبعها الوالد ومشى الاخ ومشى الاخ ومشى الاخت وفين مشى ولا لا راهم جمعين هادوك راهم جاسين في ضيافة الرحمن احنا كنقول للميت اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه را الأموات يعيشون فيما بينهم را هناك حياة برزخية قبل يوم القيامة وقبل البعث والنشور والجنة والنار را هناك واحد فترة للانتظار كتسمى حياة البرزخ فيها الأموات يجتمعون أرواحا دون أجسد راهم جمعين بعضياتهم احتهم ما كيتكلموا فيما بينهم واحتهم ما يواسي بعضهم بعضا ومرحبا بكم توحشناكم جيتوا لعدنا وقالسين وكيتنعموا كل يوم الميت كتسافت لي واحدا للصدقة ولواحد الدعواء كيقول الله كتجي عنده كل يوم يستفتح له في قبري فيفتح فكتجي كرامات كتجي أنوار كيقول هذه ممن صدقة من ابنك فلام دعوتهم من ابنك فلام ويتنعم ويكرم من حوله هل رمجس مجمعين مع راسهم في ضيافة الرحمن وهم السابقون ونحن إن شاء الله بهم لاحقون إتحنا غادهم إتحنا غادهم إتحنا غاده هنا ولا خوف من فاتورة الماء والكهرباء ولا ازمة مواصلات. هاتشي كله غا حده لا. والهيه النعيم. اللخس كده بالله. للملكة هيتعرف فيه مرهم مياه في رحمة الله. اشكيت النوم منك. لا حزن. ما تنفعوش بالحزن. ما غا تنفعيهم بالبكاء. غا تنفعيهم بالصداقة. الى عندكش مال. ما عندكش المال. الصداقة بالذكر. سبحان الله صداقة. في كل تسبيح صداقة. في كل تكبيل صداقة. في كل تهليل صداقة. تتقع لهم بالعمل الصالح. جري مع هذا. سري مع هذا. رحمة الوالدين. هو ما غدا يقول لك. اه غير خليك للملكة هكذا. وباعترين الصداقات. ما عندك لا. ما عندك لا الذكر. لا صداقة. اصبر. اصبر. والصبر هو في حددته اجر وتواب عظيم. للملكك تقولي ماتوا العائلة كلهم. مش الوالد الوالدة والخوت والاخت. وبقيت بوحدي. شكو لي قل لك للملك انتي بوحدك. انتي معك الله سبحانه وتعالى. ومعك ملائكة. الرحمن. وجنود الارض. وملائكة السماء. شكو لي قل لك بوحدك. على المؤمن بوحده. المؤمن هو الوحيد. ماشي وحده. المؤمن دائما عنده الانس. انك باعيننا. معي. ان الله معنا. لا تحزن ان الله معنا. معنا دائما. المؤمن ماك عمره مشعر بانه وحيد. خلي هذه الكافر. خليها المشرك. خليها اللاديني. انتي مرأة مؤمينة صالحة. لسه الكديرا. قلي بخير. شكو لي معك. معي الله تعالى. معكم اينما كنتم. ما من نجوة ثلاثة الا هو رابعهم. ولا خمسة الا هو سادسهم. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. الله معنا مش في الرقابة. نسكدون بان الرقابة حاضنة. غندروا الدنوب. غندروا الخطايا يعاقبنا. مش انه المعي يدي الله. الله معك. ارحم بك من امك. عليك. ارحم من الام. بالام برضيعها. رحيم. وعناية ورعاية. من خاف. من الناس بوحدة في الدار. غنقل لهم العفاريت. الاشباح. ماك ينوالو. كي الله معيك يحضيني. وفي الآن بعد الصالة الجمعة ان شاء الله. ايها ربي غيوجدنا الغداء. غيوجدونينا. كيف ذلك؟ سبحانك ما اعظم شانك. الرزق يأتيك من حيث لا تحتسب. ويهيئ لك من امرك رشادة. هذه المعي يدي الله تعالى. واذا مردت. فهو يشفين. الى امرت. عندي عندي طبيب غد يعالجني. واذا ميت. رحلت الى الدار الاخرة. وجدت الاحباب والمقربين. ونعيش معا في رحمة الله الواسعة. ربنا لطيف بالعباد. رطيف بالعباد. للا مالكة. مخصك لا تحزني. ولا تغتمي. اجتهدي في العبادة. اجتهدي في السجود. اجتهدي في الذكر. واكترم القولك. الحمد لله. زوري العائلة. وخليهم يزوروك. وفرحي بالشباب ديالك. ومن يدري. لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك امره. يا ما فتايت بحل شكل ديالك. عدهم الاربعين وعدهم الخمسين. وقالوا احنا انقطعنا من حبل. فاذا بربنا عز وجل لا يهيئ لهم من امرهم رشادة. وكيجي الشعريس. مبارك. اربي اربي سخروا. وكيجي برزقو. وكتعيش حياة طيبة. وكتلقى. يا ما تلقيت معهم في العمر والحج. تلقيت مع سيدات عندهم خمسين عام. وكتر من خمسين عام. تكنت تفاجي معهم في العمر. كنلقاهم ايام زمن في هنا في المغرب في الدار البيضة كيشكيو. ما عندي حد مكسورة الجناح. انا صافي انتهيت. كنت مني انت الموت. حتى كتلقى ما في العمر معززة مكرمة. وشدث وحد الراجل باللحية. مارك الله في الوقار. وش كون هدك? زوج جابوا لي الله تعالى. وبرزقوا. الله اكبر. اشتيش ديلي اليقين. وغتلقي العجائب دي القدرة الله. ولا ييئس الانسان من. وخيبقى نهار في العمر. ميئس من رحمة الله تعالى. اسأل الله الواحد الاحد. ان يفتح لنا لأولكم ابواب رحمته. وخزائن عطائه. وكرمه وجوده. والشفاء التام. لك للملكة. والرحمة لوالديك. والرزق الوفير لديك. اللهم امين يا ربي كل من قال امين. زيده من فضلك. وارزقك ما رزقت للملكة. وزيده من الخيرات والبركات. امين امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا. لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشتركوا في القناة.